صباح الخير وصباح السعادة والأمان والأمل مرة تانية لكل الناس اللي انضمت لحضور حلقتنا اليوم من برنامج صباحات سودانية أكيد ما زلنا مستمرين معكم وصلنا لوحدة من فقرات اليوم فقرة مهمة جدا نتكلم عن الأزمات الاقتصادية وقدر شونية ممكن تأثر على القيم والأخلاق السودانية معروف أن السودان فيه وحارات جدا جميلة عند علاقة بيتكاتف وبيتعاضل وفي نسيج اجتماعي جدا عظيم مبني على أنه هنساعد الغير على أنه دايما بنكون في حالة بتاعتنا فيه عشان ما نوفر الدعم الإيجابي لمجتمع الممكن يكون حولنا البيعاني من كده بس لما تحصل أزمة اقتصادية نكون كلنا فيها كوطن كامل فالواحد الصراحة يعني الصراحة وكاد كده بينصى موضوع القيم والأخلاق اللي هو متربي على هذا وممكن يعني يسمع غيره كلام مع جميل ممكن يبقى متوتر ممكن يبقى متنرفيز من حقه يعني واحد بيكون واقف في صف أكتر من سبعة ساعات ولا عشرة ساعات ولا خمس سبع عشرين ساعة طبيعي يعني عشان يكون بينزين عشان هو لسه عنده مشوار تاني مفترض برضو يقف في صف العيش عشان يرضي عشان عنده التزامات بتاعت أسره عشان 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 هو أبو عشان هو موظف عشان وبرضو على الشقة التانية يعني النساء هم برضو معانيين أكيد بالجانب بتاعهم عليهم العاتق الأكبر هم يمتصوا السلبية دي هم ينشروا الإيجابية فالموضوط صعب فإحنا كيف نقدر نحافظ وسط كل الأزمات الاقتصادية اللي بتحصل دي ونرجع لقيمنا وأخلاقنا السودانية ونحاول دايما نقول الكلمة الطيبة الكلمة السمحة ونعفي ونصافي ونسامح ونساعد ونرجع تعالي لتفاصيل السمحة حقتنا في السودان عايزنا نتكلم ونشوف الأزمة الاقتصادية دي قدر شو ممكن تأثر على قيمنا وأخلاقنا السودانية وقدر شو ممكن إحنا لو حافظنا على قيمنا وأخلاقنا السودانية بنقدر تماما نعالج ونتحل ونرجع لقيم يمكن الأزمة دي ذاته مقصودة إنها هي تدعمل عشان إحنا نشوف الجوان من السماحة ونرجع تاني نخليقها أو نبينها للناس سعادة جدا نتكلم معانا حول الموضوع دا خبير الترببي والباحث أستاذ مبارك عثمان صباح الخير وصباح السعادة عليك صباح النور رحب بك أخوة تسنيم وأرحب أيضا بالمشاهدين الكرام داخل وخارج السودان الله يكرمك يا ربي كله خير معروف تماما قول المولى عز وجل إنها مع الوسري يوسرا ممكن تكون حاجة مطمئنة وكلما ضاقت فرجت ودي حاجة برضو بتديك أنه أكثر اطمئنان وخلاص أنت هتواصل كلما ازدادت دي هتفرج أنا محتاج لشنو حاليا كمواطن مر في ذا كله طالع من ثورة معلق أمال بمرحلة جديدة يعني خلاص احنا مفتكريين وكل حاجة هتتحلى و هنعيش في رخاء ونعيم و ويمكن برضو ما كون نجاهزين للمرحلة بتاعت إنه إحنا ما بعد الثورة كد في مرحلة هنا وسطة قد نعاني فيها ضيق أكتار وكذا وكذا لكن برضو هتفرج المطلوب مني أنا كمواطن شنو عشان أكون أكثر إيمانا بالمرحلة الحالي الحمد لله وصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بيقولوا لابد من النظري إلى عين الشمسي وين آلمت وإحنا طالعين من ثورة ودخلنا الآن في مرحلة جديدة أول حاجة ودحية طبيعية جدا الصبر الإنسان لابد يصبر وأي إنسان ما بيحترم خياراته ما في دولة بتحترمه إحنا الآن الحكومة الآن موجودة إحنا لاخترناها وإحنا قلنا دارين حكومة مدنية وجهة أول حاجة الواجب علينا نصبر نصبر لهم شوية على أساسا نشوف النتيجة نقول ليهم دائما أي إخفاقات بنحاول نصحح دائما المسارات يعني لو إنسان أخطأ فيه مثلا قلت أخطأت ما في واحد أكبر من الانتقاد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتقد وحتى المرة التي انتقدته واحد تكلم معه قالها كيف تنتقدينه قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات ألا يسمع عمر يعني ما في واحد أكبر من الانتقاد نحن جبناك لكن ما معناه أنت أكبر مننا في كل شيء من ننصحك نقول لك الحياة دي خطأ والحياة دي صحيحة لكن الواجب علينا أن نصبر له شوية بقول لهم الآن مثلا سنغافورة في يوم من الأيام كانت جزء من ماليزيا وطبعا سنغافورة بالنسبة لي ماليزيا وليه شيء كانت جزء من ماليزيا لما انفصلت ماليزيا 480 ضحف سنغافورة جابوا رئيس الوزراء السنغافور يبكي لكوانيو يبكي قال نحن نعمل شنو ماليزيا فيها المطاط فيها المويا فيها استثمارات احنا ما عندنا ني حاجة ندار وريك أنه نحن مددر بالصبر أن نطلع لكن بشرط أن القيادة تكون ناجحة لما نجاوي بكي قال نحن نعمل شنو لا عندنا نخشب لا عندنا مطاط لا عندنا مويا وتاني عنده مشاكل كبيرة جدا يعني مشاكل السودان بالنسبة ليكوانيو وليه حاجة كان لقى في تخلف كان الناس بتبصغ في الشوارع بتستحمى في الشوارع تبصغ في الشارع تاني حاجة الأعراق عندهم الصينيين وعندهم المالي وعندهم الهنود وعندهم الصينيين كلهم يعني أديان مختلفة أعراق مختلفة لغات مختلفة ععدات مختلفة تقاليد مختلفة يجمعون كيف السابقة؟ عشان يخلق زعزع ويا تشوف يعني يشوفي اللغات مختلفة ديانات مختلفة كلفة أول حاجة عمل شنو قال أخواننا جنا مسألة العصبية القبلية قال كلكم سنغافورين الحقيقة الثانية وحد اللغة مع أنه صيني قال لهم كلكم تتكونوا اللغة الإنجليزية شو يتخلى عن لغة الأصلية عشان الوطن الوحدة الوطنية دي أول حاجة مفترض تطبق الآن الآن دخل السنغافوري أعلى من دخل الماليزي الشاهد وين إتعرف انت خبه أكثر من 8 مرات في النهاية تخلى عن رأس الوزراء طوعا فالشاهد وين عينه سنغافورة كانت وين لما سنغافورة انفصلت من ماليزيا كانت بين في الدرائد يعني سنغافورة الآن خارج الخريطة والآن الدولة السنغافورية باعتبارها من دول العالم الأول فالآن شوفي كانت وين سنة 65 كان اللي كونيو طلب من جمال عبد الناصر هناك في مصر رنوا دعم ورفض فشوفي الآن من أضل حضيط إلى أعلى علين فالآن ما في حاجة يسين مستحيل محتاجين نحن نصبر لحد ما الحكومة تخرجن إلى برق الأمان واحدة من الحارات اللي نحن عايزين نتحل بها هي الصبر عشانت ذي ما ذكرت نخرج من مرحلة الحديد ونرى النور أكيد ونوصل للعالي أكيد في حاجات ثانية لكننا نريد أن نعرفها ببساطة وبرواقها وبتوسع كمان بعدما نرى الاستطلاع معك أنت وأكيد أصدق المشاهدين حول الأزمة الاقتصادية وأثر على القيم والأخلاق السودانية إذا نتكلم عن الوضع الاقتصادي الحاصل في البلد فأول حاجة بالرجع لهاية واحدة والحاجة في عدم ضمير سواء كام من مسؤولين سواء كام من مواطنين سواء كام من أي زول يواخذ للبلد في أزمة بتاع الضمير يعني الليلة التاجر البيبيع بالغالي والمواصلات البيزيد المواصلات وكل هذه عدم ضمير بس بعدما فيه عدم رغابة من الحكومة حكومة مفروض تفرض السلطة يعني هي حكومة إذا ما قادر تفرض السلطة على المواطن فيبقى ما في داعي لازات يعني مفروضة يتقيب على المواصلات مفروضة يتقيب على التجار مفروضة أي منصة خدمية للمواطن يكون فوقها مزول حكومي قاعد يعني ناس حاليا حتى في المؤسسات الحكومية للأسف كويس بيقدماش بالواسطة والمحسوبية والرشاوي عشان انت تماشي بمورك يعني ما بيكلف حاجة إذا كان يعني السلع المستهلكة بالنسبة للمواطن إذا فرضت لأي مصنع أو لأي شركة على المنتج بتاعها ديباجة بتاع السعر بيحصي شنو تسمعنا بمحكمة محكمة فساد اليوم الليلة ما شفنا الليلة زوال جابوا في محكمة فساد بحاكم فوقه يعني تي هنا يعني إذا دورتوا كاميراتكم دي للشارع العام في محلية مسؤولة في محلية مسؤولة من من النظافة مسؤولة من كده مسؤولة من كده فس بتشيل بتشيل رسوم من الباعة ومن التجار بتشيل منهم الرسوم على أساس شنو تقدم لهم خدمة شنو يعني مهجرة لون الليلة وطادي حق الزول وطادي مع كل أي زول مشترك فيها إنتا بيشتين من النقروج هنتقدم لأي خدمة الخدمة اللي هينا وبيتقدم عليه عنا إنتا تيجي تجي في نواقب ده إنتا بتمرت ما بتدعالي إنتا بتمرت والله الوضع الاقتصادي الداغت ده أسر على قيامنا الإخلاقية تعسر على أي حاجة تلغينا حتعسر ونحن يوميا الوضع متأزم أسوأ من اليوم الأول أسوأ من اليوم التالي يوميا الوضع ماشي الأسوأ ونحن ما شافين في حالة قريبة وما شافين هي ضوء هنا جدا وشان الوضع ده بطريقة دي حال الوضع ده حيتفجر أكثر من كده الحقيقة فينا العزمات بقت كثيرة في السودان منعاني شديد من المعاصلات ومن الخبز الخبز بقى في الأفرام بسعوبة جدا يعني انت مثل داريش بي 30 يقول لك الدك بي 20 طبعا دي مشكلة كبيرة وسعوبة في المعاصلات يعني هسي عشان إجتا من إسكان تصل لسوق العربي حتى تركب لك 3-4-5 معاصلات عشان توصل لسوق العربي ودي مشكلة كبيرة في مستوديات وفي صوبة البنزين أنا على ما أعتقد أنه حاليا إحنا محافظين على القيامنا وعاداتنا لأنه إنت لما تجي ماشي لو تركب مواصلات بي يعني إمرأة أو زور كبير الشباب واحد بيقوم للتاني واحد بيجي بعربية وبلغ ناس واكفين بيشيلهم لكن السؤال بتعلق بإنه الإنتاج ما الإنتاج أول حاجة يعني إحنا ناس كسلانين يعني في اليوم الزور واحدة كل جنين إيشا ما بنتج ولا إيشا وإحنا زادة وجوزه من الأزمات إحنا كشعب فهذه المشكلة الكبيرة يعني لازم يكون في إنتاج الناس ينتج يشتغل عشان يكون في يعني توفر يكون في توفرة والله إحنا مواطنين منعاني من أزمة المواصلات نمرة واحد نمرة تاني منعاني من أزمة ارتفاع الأزعار يومي كل يوم ارتفاع 50% نمرة اثنين نمرة تلاتة منعاني من صفوف العيش نمرة أربعة يعني الناس دي مسافة تقول تصلح لينا العلاقات البرة وعشان ييو البلد دي حتروح حتمشي لهاوية يعني البلد دي أنا شايفها يومي مدنية يوم إحنا مواطنين يعني إحنا ناز عاديين لا مزئولين لا موظفين لا أي حاجة لكن والله منعاني معاناة شديدة أول حاجة من المواصلات يعني تاني من البنزين وصفوف العيش وحاجات كثيرة ما شل حاصل أنا والله أنا بوجه للمزئولين عامة أول حاجة يضبطوا لنا التجارة نمرة واحد ارتفاع الأزعار يومي كل صباح زايدة نسبة كم في المية دي يومي يعني نمرة اثنين صفوف العيش دي دارين نعرف من الموظفين العاملين في الأفرام ولا من الحكومة ولا من شنو نمرة ثلاثة مسافة يقولوا يصلح لينا العلاقات البرة دي البلد دي حتروح والله في داهية السيء الحكومة دي مني استلمت ما حاجة بسيطة تسعة شهر أن إحنا أولا تباعد دولة زراعية دولة صناعية دولة سروة حيوانية أي شيء متوفر في الدولة دي أي شيء متوفر أن إحنا ناز عندنا قيم وعندنا أخلاق مفترض يعني ما نصل للمراحل الثانيشنا في يدي إحنا كالسيدانيين قيمنا اتغيرت أخلاقنا اتغيرت والنظام الفات بجد أثر فينا كثير الوحدة بتحت القلوبنا كلها بجد منتهية رسمية يعني حل مشكلتنا الحاليا في الأزمات وفي الوضع الأسي الدهور في البلد دي حله بسيط جدا جدا عندنا أراضي مسطحة بكمية مبالغة أراضي زراعية منتجة خصبة كل شيء كويس عندنا يد عاملة مبالغة عندنا موارد ما قادرين يستسفر منا كويس هكتر حاجة سيانحن محتمدين عليه الدهب الدهب الناس اللي فيه كمية كبيرة جدا جدا عشان تتوحد القلوب والناس دي كلها تكون أخوان وضميرنا تكون نظيفة نطلع على الخلا الناس عملوا لنا خزانات يعني زي المياه تتجي من جونه بكوردوفان ومن كوردوفان ومن دارفور المياه تتجي ناس بسائي ماشا النيل دمروا به البلد أن هنحنعمل عكسه كويس نتوحد تاني خدمة وطنية الزامية تزرع الناس والله المواطن له أثر السلطة له أثر السلطة الفاتت له أثر السلطة الفاتت دمرت قلوبنا كلنا ما خلت لنا ضمير عشان الواحد يقوم يتكلم بكل وضوح ليه هعمله كدا الحسي الناس البادية دي لو بدت لنا من نفس الكلام ألسي بدأ الزراعة بس الشعب السوداني ظالم وجاير وبيغلط في نفسه والغلط جاي من نفس الشعب السوداني ذاته من الأوسر السغيرة للأوسر الكبيرة دي الحاجة اللي بقول أنا الشعب لو صلح لضف قلوبه ها وغص القلوبه وبيقوا متفقين متحدين لأنه ربنا قال احتصموا بحبل الله جميعا لا تتفرقوا لو كنتوا على نعمة ها أقولوا أخوانا لو كنتوا على شفاء حفلة من النار أنغسكم منها والظلم جاينا من ظلم أنفسنا لما حيينا غلوبنا وغصرنا غلوبنا واتفقنا نحن وبقينا متفقين مع بعض ربنا حيصلت علينا حاكم ظالم والحاكم الظالم بعضه ظالم وبعضه ظالم نحن الكعبين الوحن ما بيحين على أخوه ما قطع إنسلة الأرحام ها وجايرين الزول يجير على أخوه الصغير والصغير والكبير والضرب والله يفي ظلم شديد الشعب السوداني خلاص نسى الدين يعني بقد عايشة في وضع مأساوي في إمتي يعني الزول يش هنمشي الشغل نحن كطلب الليلة ممتحنين الشهادة والله العزام بنعاني عشر نصر بنعاني فعلا عشر نصر لا في طراحيل لا في جاز تجي أنت المدرسة ذاته حق الفطور أنت بتكون شايلهم صحبك المافطر أمك الواقفة في الصفة العيش أبوك الواقفة في الصفة العيش يعني أنا والله أبو يدو مرات ما قاعد أشوفوا الساعة 11 ونوص الساعة كم الساعة كم لشنو كلهم بكونوا واقفة في الصفة العيش من الصفة العيش يجي صفة البنزين يعني الناس بتعاني بتعاني حرفيا بتعاني لا في عيش لا في بنزين لا في لا في وبعد دقيقين تبتجي تقف عشان المواصلات الولاد ضربوك البنات ضربوك الرجال ضربوك يعني الولاد ده مهما يصل إسهل الساعة 12 بالليل إسهل واحدة مفزل بيسألوا انت وصلت ليه لأنه عفوا وضع صعب لكن نحن كطلبة ما ممكن إفكونا الساعة 3 نرجع البتلة ساعة 5 خمسة خمسة ونص لشنو ما في مواصلات بدعاني في قرايتنا نصل متأخرين نصل تعبانين لا قادرين نقرأ لا قادرين نعيش زي الناس يعني حالة بطالة صراحة يعني بطالة يعني ما ممكن من أيام القيادة اللي ليلة باقي شهر شهر واحد اللي هو شهري أربعة يوم ستة أربعة الناس بتكون تم السنة من القيادة لحد اللحظة ضيف طيب قلنا مدنية قلنا حرية قلنا سلام قلنا عدالة لكن ما شايفين في تصلح ما في حاجة لا الناس الناس بحدي نفسها بيقد كله همى نفسها بس يعني ما بتدعيش عشان بعض ما بتتكافل عشان بعض لا يعني مفزل عنده همبتاني وين الحرية وين السلام والعدالة في اللبس في الكلام لا ما في حاجة تاني والله الدولة مزلت قلنا تصلح الوضع عشان الناس بيحد نفسها بعد داكلة وشافتوا ان الوضع بتصلح بتقدر تتكافل لكن الدولة لحد اللحظة ما شايفيننا عاملة حاجة للمحكومة لزول مسؤول لأي حاجة ما فيش قاعدة تصلح حرفيا يعني بحقيقي كمية واجع وكمية ألم وكمية حزن وكمية بتاعت يعني بغمى كده وقد تتقلب صعبة شريط إذا كان دا جوز بس بسيط جدا من أراء ممكن تكون في الشارع العام كانت عاملة كده في ناس لسا صعكتة حتى هي ما قادرة تستوعب الوضع عشان ما أصلا تقول رأي الحر دي فعلا بتتفك تماما مع كم تعليق كم بيتجان إحنا فعلا ممكن لازم نطلع من حتة المستهلك ونمشي لدائرة الإنتاج دا كيف بتم وين الرقيب اللي هو بيديك المساحة دي أصلا حتى انت في نفسك الرقيبة ذات التاعك اللعب إحنا أغلبية الناس بترمي على الحكومة هو اللعب طب أنا كمواطن أنا كشعب قال عليه شدي يعني هو ذاته يعني حيل عشان إحنا نزرعبي والأراضي المسطحة اللي قاله واحد من عمامنا ما في يعني أنت هتبدأ كيف أصلا إذا كان في شرخ يمكن جواك لسه في جروح أصلا هي ما تعمل فما هو صعب عشان قدر أبني طب أنت هتبني كيف يعني أنت رب تعالج في بيت مثلا وأوكي عندك الأساس ذاته ما كان سابق أنت هتعمل شو أنت هتهدم كله وتبني من أول حاليا أغلبية الناس ما عندها حيل عشان ترجع تبني أنا ما عندها حيل عشان أحفر وعمل أساس ما في نفس وللأسر في يعني هسر حاليا ناصر اللي هي شغالة جزء بسيط منهم الباقين يعني بفعلين هم أعرف بدا كيف يعني في ضياع حاصل إنه يا كريم أنقذنا وأجيرنا من اللي نحن فيه مفروض علينا طيب أنا حتعقب على الكلام المهم ده جدا مهم في المقطاتين بالنسبة للحكومة وبالنسبة للشعب بالنسبة للحكومة بنقول لهم أخواننا عيشوا زي ما بعيشوا الناس ما يدتوا في يوم من الأيام قبل ما تكونوا وزروا قبل ما تكونوا ولا كنتم الآن مطحونين مع الشعب ما تنسوا الآن الشعب الوداكم قدامه وتقوم تخلوا الناس عيشوا معهم في هزمة البنزين عيشوا معهم في هزمة الجاز عيشوا معهم في هزمة العيش سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام كان أمير المؤمنين دخل عليه سيدنا علي بن أبي طالب لقوا ارجف يرتعد من شدة البرد قال يا أمير المؤمنين هل لا آتيك برداء تتقي به شدة البرد قال والله لا أرضى يا علي لقد نظرت إلى حال الفقراء فعلمت أنهم يرتعدون من شدة البرد وليس لي ما أكسوهم به فجلستها هنا حتى أشاركهم فيما يعانون لله درك يا عمر يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها قالت له لي بعض الدراهم قال أخذيها إلى بيت المال رديها فإحنا بصراحة بنقول للآن للحكومة ولا كنواء وزير ولا والي إت قبل ما تكون في منصبك داع كنت في يوم الآن جزء من الشعب فالآن ولو دام المنصب لغيرك لا ما وصل إليك إذا ما دائر تعيش زي ما بعيش الناس في صف المنزين نلقاك واقف في صف العيش نلقاك واقف ما حتى تتحلل المسألة دي والآن الشعب لما يشوف رئيس ولا وزير ولا والي قاعد معه في الصف بيقيف معه وبيتحمل لأنه يقول لك أنا الآن هو الآن مطحون زي لكن لما ما يشوفه بيقول لك يا أخي قاعد وين عايش في أبراج عاجية وقصور عاجية ما حيشعر بينها فإنت لما تشعر بشعبك حتعيش عشانه وحاول بقدر المتاح إلا لو الأزمة الحاجة الثانية في مسألة الحكومة المسألة الثانية في مسألة الحكومة أيضا أي إنسان وزير قاع عرفي منصب حس نفسه ما قادر يقدم شي لقى الكرسي أكبر منه يقول لك طوالي قدم الاستقالة هذا مانع والله أخوانا أنا متوقع عن المسأل يكون صغير القيت طوالي أنا حاسة أنا ما قادر أقدر أقدم والله أخوانا معلش لأنه ما عندنا مجاملات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزن وندامة وإنك مرؤون ضعيف ما عندنا مجاملة فإذا حسيت أنه المنصب أكبر منه طوال قدم الاستقال تقول أخوانا يجيزوا هل يساعدني ولا أنا أخوانا يجيزوا المحلي بالنسبة للحكومة إحنا ربنا جامل لا نجامل لا نداجي لا نداهي لا نتاقي لا ننافق بالنسبة للشعب بنقول لهم أخوانا مسألتين تتقعد تترقب الحكومة منتظر فشلة عشان تلقل آه فاشلة بتضرب في نفسك الآن الآن إذا كنت بتهرب البنزين وتهرب الوقود البنزين والجاز خارج السودان وتريد تقول الدولار عام 200 ما السبب نحنا إذا كنت تشيل العيش بتبيعه سوق سود ما السبب إحنا الأزمة فينا فالآن إحنا مفترضنا عالج نفسنا أول لا بد من مسألت التكافل معنش أستاذ مبارك أنا حقف على الحتة دي تعم كويس عشان حاليا في جشعب فعليا فيه أنه ناس أنانية بزيادة فيه ناس أنه هي بتعتمد على الأزمات الحاصلة عشان ما توفر لنفسها مبالي مالية ماذا أنت دخلك اللي أنت هو مفترض لو ليتوا واقع ترفوه معاك ولو لو أنت بتزيد عليه زيادة هتوقف أبسط حاجة ممكن تكون ركشة مشوار 50 جنيه أقول لك 150 إذا سألت لي طب 150 أنا ما كابة جالون بو 300 طب أوكي ما أنا مقدر أنك كابة جالون بو 300 لكن ما راح أديك 150 تدرك شهتك ممكن تبيع في أي لحظة هتديك مبلغ معلي أنا ما ما شغل برقليني فطب إحنا كيف نقدر نخفف على بعض حاجة الحاجة الثانية والتي هي الأسوأ من دي يعني مثل انت بتابع طبعا انت شعر كورونا في السودان نعم كماما من 10 جنيه وسط في مبلغ خرافي وعمال يزيد أصلا الحاجة الثانية انعدام اليوتام لأن الناس أخذته حتى يجر فيه نعم انت كيف تبدي صحة انت لو ما في حاول ألقى حلول بديلة لو ما في كمامات إحنا نعملها كيف أنشر بطريقة بتاع توعي انت تخفف على أخوك المواطن بيطة طريقة لكي إحنا بنزيد فيها زيارة حكومة هي عندها مسؤوليات التانية أنا كشاب عندي مسؤوليات أنا ما قادر توفرها يعني حتى البيت الواحد حتى لو خشيته انقسامة اللي قاد يحصل ده يعني ما في أسرة إحنا في الأحياء صنوين انت جارك العاشر همه نايم جاء ده ما في أصلا فالليحنا فيه ده الضيقة الليحنا فيه ده ما عارف قولي صراحة الآن زي ما أولتاك الأزمة اللي أخلا غيري فينا نحن مسألة الأنانية الإنسان جشع بالمناسبة هنا زيرين الأزمات انتقدوا وهم تلقون سبب الأزمات هم زاتهم يعني زي ما أولتاك وقوم هرب الحيش وهرب البنزين وهرب هنا عشان يزيد الربح بتاعه طيب متى يكتمل البنيان إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم فالآن الحكومة هل بتقدر تضع يديها على كل مقالد هذه الأمور مسألة الجشع والله الحكاية ما بكثرة المال الحكاية ببركة المال بالقيتس لما نسأل قالوا المال بالنسبة لك شنو قالوا المال بالنسبة لك كل شي لكن الآن بعد المليار الأول مجرد رقم قاعد في البنك في الناه القروش هتموت وتخليها فالكلام ربنا يبارك لك فيها مشي بيعمل نظيف قول يا رب أنا والله تركت الحياة دو كلها من أجلك يا زميل لا تكون ضحوك تي مجال سلبين صحوك والدعمك وناسخوك وفي التراب ما بيرحموك يا زميل الدنيا هابة أصله ما بتلحق رهابة زيلة زي ظل السحابة وكم بالدوم وحنا الصحابة ليه طبايع الدي محلي والبعاديك سامحو خلي في ظلام الليل صلي منها لابد تولي يعني مسألة جشع 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 المسألة ستودك لي الانسان بنقول له السحر يقول يحلي الزمن الزمن الجميل الزمن النبيل ليه لأنه كان فيه الفة كان فيه تكافل الآن لما نجيك زوال يشتري منك بتقول لي أنا الليلة بيحت أمشي لها جاري أمشي لها جاري الليلة ما بعمشي لها ومش الإنسان بس دار يكتنز الذهب والفضة عشان كيرا هناك في عقل الجلال بيقولوا لما بدأ يوصف في الزمن الجميل أنا ما بتكلم وده واقع بيقول في مسألة يعني أبيات حقها أن تكتب بماء الذهب بيقول فيها يعني جنب باب الصنط والدقة والنفاج النفاج يعني سبحان الله بين الجيران بتلقي فتحة ناس بيدخلوا بينات يعني يدخلوا ويواحد يقدم ليزول حاجة جنب باب الصنط والدقة والنفاج والحوش الوسيع والساكني أفواج واللمة التي ربجنا المحتاج والنار الدغش والريكة جنب الصاج الحوش ريجو أي واحد يجيب فيه حاجة زولة ما عنده حاجة يجيب أولاده ما بيعرف الجابة لك المنو من ما جابة لك المنو شوف التكافل والريكة جنب الصاج الفينة مشهودة عرفان المكارم نحن بنقودة الشاي باللبن براده لابستاج صينيته الدهب ترقش كباب زجاج والسكسك المنظوم حول الجبين النجوم والفنجرية تقوم تقهوج الحجاج دلزمن النبيل دلزمن الجميل نحن الآن بنفتقده عشان كده القاعدة مع الحبوبات والقاعدة مع الأجداد مهمة جدا بيقول وإن جاهدت عليك بالقنع كافيها وإن عكست عليك ما تجري متلا فيها الدنيا العبوس غير طبتا نفش فيها بعد ما هبوب يغبرك سافيها فالآن دلحاجة نحن دايرنا الناس تكون متكافلين الناس تجيفوا مع بعض كفاية الشعب انتقد الحكومة وكيفاية حكومة انتقد الشعب نحن دايرنا كلنا كتلة واحدة كنا نقيف مع بعض شعبا وحكومة قصتي واحد يقول انتقد في الثاني ليه هم الدمحة نتقدم دارين نكون مع بعض إخوة كفاية انتقد الانتقد عمره ما قدم ومسألة أنه الإنسان انتظر حكومة تفشش عشان انتقده ما دارين نقول يا حليل البشير زمان عبد لما انسقط الناس قالوا ضيعناك وضعنا وراك لما انسقط نميري قالوا رحل عاج وجو حكمونا عاج احنا ما دارين يجي زمان نقول يا حليل البشير ما دارين نسقط الحكومة احنا دارين نتكاتف نشوف مشكلتنا وين نضع عيدنا على الجرح الحكومة تتحمل الشعب خلاص الشعب دارين نفجر من التعب من الألم دارين لما يقولون انتوا غلطانين قولوا ايو غلطانين صحح المسار الشعب دال لما نقام قام عشان لغمة العيش ما قام عشان دين ولا قام عشان حيا كفاية قضايا صرافية نحن نسلط عليها الضوء قام لمشاكل اقتصادية ناس تحاول تتكاتف مع بعض وتحاول تطلع يا ريت لو ان الحلول تكون متوازية ما تكون لحد ما يخلص مشروع يتجهل التاني انا في مواطن مطحون يكون فيه الزاقية تماما وحقه وقاعد وضيع كل يوم ويا ريت بس احنا بفعليا محتاج اللي حاجة تبرد علينا قلوب نعم محتاج اللي حاجة تزدنا ايمان تزدنا قوة وثقة انه دايما هو اللي جاي فيه خير ودايما اللي جاي هو فيه روعة اكيد الجانب الخاص بالسوشال ميديا يعني انتشار لو اخذنا هيدا اكتر حتى هي فيها اشعاعات اكتر حتى فيها تفرقة دي نفسها اكتر حتى فيها تنمر اكتر حتى فيها الانانية بتكون زارة اكتر حتى فيها متاجرة باي حاجة ممكن تكون حتى باحزان البعض حتى بانه الام البعض حتى بانه حوجة البعض دي كلها قاعدة تحصل في السوشال ميديا الأسف هي بدل ما تكون سلاح نحن نتقوّبه وننشر حوله الإيجابية بيقى أن هي حارة بتضعفنا وبتزيد الهشاشة الحاصلة وبتضعف نفوسنا التعامل الأنسب والسليم للسوشال ميديا خصوص نحن نتكلم عن مرحلة بتاعت نشر الإيجابية مرحلة بتاعت نشر القيم مرة تانية اللي انت ذكرتها نرجع تانية لها نعالج الحارة كيف من خلال السوشال ميديا أصلاً باعتبار سلاحظوا حدين انت يتوظفها عشان تنشر الطاقة الإيجابية للناس يأم توظفها لتنشر الإشاع بين الناس والخوف والهلع بين الناس ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسغون بنبين فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يعني الآن الناس في أزمة الناس في تعب الناس في ضيق تحاول تبثلك أمور تحاول تزيد في الخوف تزيد في الهلع الآن الحادث في شنو الموضوع ده والله يا ربنا سبحانه وتعالى سألقى عن كلك المدقولة حاول أنا ما بقول لك دارين نعيش المثالية ولا نحاول نغطي المسالب لكن دائماً لما توصف لي حاجة أوصف لي المرض ووصف لي العلاج مباشرة عشان تطمني الآن أنا بستغرب في الآن بتاع مسألة كورونا دي بعض الناس للأسف يجيقوا لك الآن مسألة كورونا ده عقاب وانتقام من ربنا سبحانه وتعالى ممكن نقول الكورونا باعتبار ابتلاه من الله لكن ما من فزول بيقدر يجزي من قول الكورونا عقاب من ربنا سبحانه وتعالى لما ظهر في الصين بعض الناس قالوا والله الحصل ده ربنا انتقم من الصينيين لأنه فعلوا بالمسلمين ما فعلوا هناك طيب بنفس المنطق ده بنفس المنطق ده سنة 2003 ضربت زلزال إيران بعض المسلمين هنا السنة قالوا الآن ربنا سبحانه وتعالى رسل الزلزال انتقام من الإيرانيين مباشرة أنا ضد الإنسان يتكلم بسم الله يعتبر نفسه ناطق الرسمي بسم الله يعني أن بعض الناس يقول لك الفيروس بسع كورونا حصل في السودان لأنه ربنا انتقم منهم عشان الحياة فلانية من أنت حتى تتكلم بسم الله ما فزول يتدر تكلم يقول ربنا سبحانه وتعالى عمل اليوم عشان كده يشكر العلا لما انضرب 2003 إيران انتقل مباشرة مش ضرب تركيا المسلمة السنية الحنفية بعدها سنة 1755 في نصف عصرة تنوير أجمل عاصمة التاريخ لشبونا عاصمة البرتغال لما انضرب وكان أغلبهم المسيحين كاثوليك المسلمين في المغرب قالوا ربنا انتقم منهم ونشوف ضرب لشبونا الكنائس وقعت على رؤوس القديسين والراهبات المتبتلات كلهم ماتوا هنا البرتغاليين قالوا أو الناس في المغرب قالوا ربنا انتقم منهم لأنهم فعلوا ما فعلوا المسلمين في محاكمة تفتيش والبرتستان في الطفل الأخرى من المحيط الأطلسي قالوا ربنا فعل بهم لأنهم فعلوا ما فعلوا بالبرتستان نفس الزلزال ضرب لشبونا يجي ضرب المغرب يجي ضرب البرتستان فالآن كون الإنسان يجي يقول الحياة الحصلة ربنا سبحانه وتعالى انتقم منه عشان كذا يكبر مصيبة الآن بعض الناس للأسف يوظفون قدر الله يعني إذا أصابت الكورونا إنسان هو بكره يقول لك ربنا انتقم منه وإن الله يمهل ولا يهمل وإذا أصابت الكورونا ظلموا عشان فعلوا فعل ولو أصابت الكورونا إنسان هو بحبه يقول لك والله إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه من أنت تقعد توظيف يعني تقطع لي كلام ربنا سبحانه وتعالى وتسقط لي بفهمك أنتا في العادات والتقاليد أظن لا يتلاصب معك أنتا في العادات والتقاليد ما عندي معك شغلة كون الإنسان مثلا دائر يتزوج بدر يقول لك خير البر عاجله ولو دارت أخر يقول لك كله تاخيرة فيها خيرة بإعادات وتقاليد ما عنده معك شغلة لكن كون الإنسان يوظف قدر ربنا الأشياء هذه إشكالية فالآن جما ضرب الصين يضرب الدول العربية إذا قبل قلت انتغم من الصينيين طيبها السعودية وباقي الدول العربية ماذا فعلوا عشان كده الإنسان ما يوظف قدر ربنا سبحانه وتعالى يسقطوا بمزاجه أستاذ مبارك أنا الصراحة شكرا جدا لوجودك معنا وشكرا جدا لكل الكلام الصمح المطمئن اللي انت ذكرته وأكيد فيه وجوزه كبير جدا وإحنا نرجع مرة تانية نتفكر ونتذكر قيمنا وأخلاقنا السودانية الحميدة السمحة اللي أكيد وصعنا على دين الإسلام فنرجع مرة تانية ونتكاتف ونبقى مع بعض ونصفي قلوبنا ونفوسنا ونيتنا تكون بيضة جدا ترى أي إنسان ممكن يكون حولنا ونذكر ودائما أنت مجتمع محتاج كثير فحاولوا دائما أدعم وبعض حاولوا أجيفه مع بعض حاولوا أنه تاني تنشروا الإيجابية تنشروا الإيجابية كفاية خوف كفاية هلاء كفاية الناس تكون عايشة في عدم أمان فعليا الواحد والله العظيم ما فيه حال عشان حتى يتحمل حاجة عنه لكن إن شاء الله بنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بالقوة والأمان والأمن وكل حاجة فيها ضيقة تتفرجوا كمان تتبسعوا أستاذ مبارك عثمان خبير ترببي وباحث شكرا لك أكيد وجودك معانا بتملك دوام الصحة والعافية وربنا يا رب يرسوك بالخير والبركة شكرا لكم معانا أكيد في حديث حول الأزمة الاقتصادية وأثرة على القيم والأخلاق السودانية نحن مستمرين معكم في حلقتنا اليوم من صباحاتنا السودانية كن هتلا مع بعض فاصل قصير ومن بعد ونواصل حلقتنا اليوم